مرحبا بكم مشاهدين الكرام في موعد نشرتكم الجوزة لطلع لكم من قناتكم الوطنية تيفي نبدأ نشرتنا الجوزة بالصورة اللي اخترناها لكم من هذا اليوم نحبكم من الركنية المتواجدة بولاية قلمة اكيد هاد المنظر الجميل العبر العديد من المنظر الجميلة المتواجدة اقول ببلادنا جزائر اذا الوضعية المرتقبة ان شاء الله نهر اليوم سبت استقرار جوي عودة استقرار جوي على اغلبية الولايات الداخلية ولاية الشرقية ولاية الهداب العليا نترقبوا ان شاء الله اذا عودة الاسترابات الجوية مع بداية شهر رمضان ان شاء الله ستكون هناك انطار ابتداء من 18 مارس ان شاء الله وهذا حسب النماذج القريبة وبعدة المدى اذا بالنسبة للوضعية المرتقبة كما سبق وذكرنا بعض ذوب الرملية تبقى في الموعد على ورقلة على عين اميناس واقصى الجنوب درجة الحرارة تبقى مرتفعة على اغلبية الولايات الساحلية انت تلحق من 21-23-23 درجة مئوية على الولايات الساحلية الوسطى نفس المقياس على الولايات الغربية 23 درجة مئوية على تلمسان 22 درجة مئوية على الشلف تنخفض مقياس درجة واحدة على البيض مشرية ونعمة نفس المقياس حتى الخطر رابط مع سطيف باتنا خنش للجلفة وتسيارت يبقى ارتفاع محسوس كذلك في درجة حرارة على الولايات الصحراوية تتروح من 22 حتى 34 درجة مئوية بوسط الصحراء اقصى الجنوب كذلك اذا ملاحة والصيد البحري البحر ان شاء الله لنهار اليوم مضطرب نتيجة الرياح القوية لحتشدها العديد من سواحل الشرقية قليل اضطراب على سواحل النصد للس حتى المرسى بالمهدي اتجاه الرياح على سواحل الشرقية تكون غربية تماما تعود ترجع شمالية غربية على سواحل العوانة جيجل إلى غربية تماما على بعض الظاهرة على سواحل النصد للس حتى المرسى بالمهدي مشاهدينا هنا حقنا ختم وعندنا شاتكم الجاوزان هالزوم السب نختموها بالغروب ان شاء الله رحكونا على ساعة 56 دقيقة مثلا لمزيد من المعلومات نخلكم معلكم غير الظروبه بقعنا اكيد لهيداين في الخدمة ابقوا مع براف جوتر يتافي بقوا رخيات رفحتكم